والآن ينضم إلينا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري من مقر إنعقاد منتدى أسوان محمود هل لك أن تطلعن على الأجواء لديك وذلك بعد إنعقاد الجلسة الافتتاحية الخاصة بمنتدى السلام والتنمية المستدمين في أسوان نعم رهيم بعد التحية بالطبع النسخة الثالثة المميزة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدمين هذه النسخة المميزة لعدة أمور أولا لأنها تناقش على أجندة الجلسات التي ستكون موجودة خلال اليومين الجانب الاقتصادي ومدى التحديات الاقتصادية التي تواجه القارة الافريقية بشكل خاص تأثرا بالطبع بالأزمات أو التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم اليوم كان هناك الجلسة التي بدأها السفير سامح شكري وزير الخارجية بكلمة رحب بها طبعا بالضيوف وأكد على أهمية هذا المنتدى في إصال طبعا صوت أفريقيا للعالم وأكد أيضا على جهود التنمية والسلام التي تتم ومكافحة الإرهاب وأكد أيضا على ضرورة مشاركة الشباب في هذه النسخة الكلمة التي ألقاها السفير سامح شكري وزير الخارجية جاءت انعكاسا لرؤية الدولة والتي ترجمها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته التي ألقاها أمام الضيوف والذي أكد في مستهل كلمته على أن المنتدى أسوان أصبح منصة فعالة وجامعة أيضا لمواجهة التحديات الافريقية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عن موضوعات هامة ترجمت خلال الجلسات التي سيتم مناقشتها اليوم وكان أبرز هذه التحديات أو الموضوعات التي تحدث عنها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي هي الأمن الجذائي وتحقيق الأمن الجذائي وأيضا فيما يتعلق بهذا الموضوع أيضا السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما تحدث عن الأمن الجذائي ويأكد أنه لابد أن يكون هناك عدد من القرارات الفعالة منها استخدام التكنولوجيا الحديثة للحفاظ على الإنتاج الزراعي ومصر لديها تجربة رائدة في هذا الأمر فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في الأمن الجذائي أيضا السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عن مشاركة الشباب الإفريقي في هذا المنتدى وتعزيز دور المرأة في السلم وتحقيق التنمية المستدامة من خلال هذا المنتدى السيد الرئيس تحدث أيضا على جهود الإعمار ما بعد النزاعات فكل هذه الأمور التي تحدث عنها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي سيتم مناقشتها من خلال عدد من الجلسات الجلسة الافتتاحية التي ما زالت تنعقد من خلال بعض المشاورات والتي يرأسها السفير سامح شكري وزير الخارجية وأيضا سيكون هناك جلسة أخرى بعنوان تعزيز الترابط بين التكيف مع المناخ وبناء السلام وطريق إلى الأمام وهذا أيضا ما تحدث عنه السيد الرئيس أن هذه المسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية ينعقد مع التحضير لقمة المناخ التي ستعقد في نوفمبر المقبل فأكد على أهمية مناقشة تغير المناخ ومدى تأثير تدعيات تغير المناخ على تحقيق جهود السلام والتنمية داخل القرى الإفريقية شكرا جزيلا شكرا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري من مقر إنعقاد منتدى أسوان شكرا جزيلا محمود على هذه التوطية الوافية كنا معكم مشاهدين على شاشة التلفزيون المصري في هذه التوطية الحية لوقائع الافتتاح الخاص بمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين مستدامين